موسيقى الوسيط الأممي إلى سوريا ستيفت ديمستورا يسحب مقترحة تشكيل آلية تشاورية حول الدستور مؤقتا القوات العراقية تلقي منشورات تحذيرية وتطالب المدنيين بالابتعاد عن مراكز قيادة داعش غرب الموصل وأعداد الوفيات بالكليرا في اليمن ترتفع إلى أكثر من 200 شخص وتحذر مؤسسات الدولة غير قادرة على الصمود أكثر أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري وعلى الصعيد الدبلوماسي تحديدا اتسحب الوسيط الأممي إلى سوريا ستيفت ديمستورا مبادرته المتعلقة بآلية التشاور حول الدستور السوري مؤقتا لإجراء تعديلات عليها وإعادة صياغتها لطرحها مجددا على طرفي التفاوض جاء هذا في الوقت الذي توصلت فيه في جينيف لليوم الثاني على التوالي تواصلت المفاوضات السورية وأوضح المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية سالم المسلط أن وفد المعارضة أثار كثير من الملاحظات على المبادرة التي قدمها ديمستورا يوم ثلاثاء ماضي بعد اجتماعات مكثفة لأعضاء الوفد وأشار المسلط إلى أن المبادرة تتضمن بنودا لا يمكن أن تكون صالحة وأن الدستور يجب أن يضعه الشعب السوري في دمشق ميدانيا قتل عدة أشخاص وجرح آخرون إثر قصف لقوات الأسد استهدف مدينة حرستة في ريف دمشق الشرقي وقال متحدث الدفاع المدني أن قوات الأسد قصفت بقذائف الهاوان الأراضي الزراعية في محيط حرستة ومواقع في مدينتي حمورية ودومة في الغوطة الشرقية التي تعد آخر معقلين لفصائل المعارضة المسلحة في محيط دمشق مع ارتفاع التوتر بين اللبنانيين من جهة واللاجئين إلى لبنان من جهة أخرى تحرك المجتمع المدني في لبنان للتخفيف من حدة الوضع ومد جسور الثقة والتواصل ما بين المجتمعين التفاصيل مشاهدين مع مراسلة أخبار الآن تريسي أبي أنتوان بعلبك مدينة على غرار مدن لبنانية عدة احتضنت اللاجئين السوريين وغمرتهم بعطفها وكرمها ولكن بعد سنوات من الأزمة بعض التغيرات فرضت نفسها على ملف النزوح بعلبك الهرمل بالتحديد في عدد كبير من الأخوين السوريين فعلا بدأنا نحس بالعبئ بكل النواحي سواء بالخدمات المطلوبة من البلدية أو بالمنافسة الموجودة بين الأخوين السوريين وخاصة اليد العاملة واللبنانيين الذين يشتغلون بنفس الدمان فهذا الموضوع بصراحة في جهات منحة بتساعد في دول تقدم مساعدات ولكن مش كافي أبدا ونزولا عند هذه المتغيرات تحرك المجتمع المدني لامتصاص التوتر فكانت لقاءات للملمة الحقد وورشات عمل لمد وتمكين جسور الثقة والتواصل انضم إليها في كثيرا من المحطات عراقيون على غرار هذه الورشة مبادرة مرحبة هي مبادرة ينظمها منتدى التنمية والثقافة والمحوار بالتعاون مع مؤسسة الدين من الأرجل السلام لقتها تنفرصا للشباب من خنفيات دينية وثقافية وسياسية واجتماعية مختلفة من لبنان مع ناجئين سوريين وعراقيين في مدينة بعلبك عشان يتلاؤوا علشان يقصروا السورة النمطية عن بعضهم عشان يبقى في حوار يحاول يبني جسور منهم ربما مساعي تقريب وجهات النظر ليست جديدة لكن الحاجة إليها تسارعت في خضم التوتر المتزايد ما بين المجتمع المضيف والمجتمع المضاف نحن بحاجة لأننا نعمل هكي ووركشوبات بين هاي الفئات الثلاثة لأنه في شي مشترك بيناتهم هنه هو النزوح وهو حاجة المجتمع المضيف وحاجة النازحين لأنه يلاقي الصيغة المناسبة بهيك ظروف مقزمية يقدروا يعيشوا مع بعضهم بسلام طبعا تشكل مساحات اللقاء فرصة لتغيير حقيقي في المجتمعات المضيفة على حد تعبير المستفدين شعور حلو أنه أنا عم بعرف من هذول الأشخاص أتعرف عليهم أكتر ما يكون عندي حكم مسبق عن بيئة هذا الشخص أو الطبيعة اللي هو عايشه كلهم عندهم محبة تعارف تعارف على آخر ومحبة تقبل الآخر هاي كتير شيء كويس وعندهم محبة النبذ الطائفية ونبذ الشيء المكويس يعني فإذا عندنا هيك فئة شبابية يعني واحد بس بدهم يدعمهم أما النجاحات التي سجلها المجتمع المدني باعتماده مبادرات بناء السلام وحل النزاعات فكانت المحفزة الأكبر لتكرارها شعر زمالي ضم الجامعية اللبنانية مع السوريين وكذلك أمكان فيه ورشة ورشة دريب وطرح مبادرات من قبل اللبنانية والسورية مع بعضهم صار فيه تعاون كتير صار فيه حالات خطبة صار فيه كتير كسر جليد بيناتنا بيننا وبينهم وصار فيه كتير علاقة صداقوية تتضافر جهود المجتمعات المحلية من بلديات وجماعيات وهيئات وغيرها لتحقيق أفضل مناخات التعايش ريثما ينجل يتوتر ويتحقق استقرار اجتماعي في المجتمعات المضيفة لأخبار الآن تريس أبي عنطون بعلباك لبنان الشرقي طورت شركة سورية تطبيقا على الهواتف المحمولة يتيح لعملائه طلب سيارات الأجر عبر هواتفهم الذكية على غرار خدمة أوبر مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ماهر أبو لبدا على الرغم من الحرب المستعرة في سوريا منذ ست سنوات لم يتوقف السوريون عن التفكير في تحسين حياتهم ولا عن السعي للاتحاق بقطار التكنولوجيا الذي يسير بسرعة كبيرة اتطورت شركة سورية تطبيقا على الهواتف المحمولة يتيح لعملائه طلب سيارات الأجر عبر هواتفهم الذكية على غرار خدمة أوبر لسيارات الأجر الخدمة متوفرة الآن وتحت اسم خدمة ملاح محمد ملاح قال أن عائلته كانت تملك خدمة لسيارات الأجر في عام 2006 تسمى تاكسيتل وبعد أن اضطرت لوقف المشروع بسبب الحرب انتقلت عائلة ملاح إلى مصر حيث أقامت عدة أشهر قبل أن تعود لدمشق لتستأنف تشغيل مشروعها إذ جلبت العائلة ما بقي من السيارات من حلب وواصلت تقديم الخدمة تحت اسم خدمة ملاح وتقدم الخدمة بأسعار تنافسية مقارنة مع سيارات الأجرة العادية صفراء اللون عملاء الخدمة أبدوا استجابة جيدة لهذا التطبيق في أوصات الأجيال الأصغر سنة الذين يرغبون في اختبار التكنولوجيا الحديثة في حياتهم اليومية ملاح كثير مناسب أنا فيني أطلب التكسي وأنا بالبيت قاعد بدون ما أعزب حالي وقف ساعة حتى أنطر للاقي تكسي مأجور وفر علي الوقت سواء كان بالشوب أو بالبرد كثير خدمة جيدة والأسعار مناسبة حتى طريقة التلقي أنا ببعث الطلب بعد عشر دقايق أو ربع ساعة بيكون تكسي تحت البيت طبعا أضمن في المصدر دائما شركة خاصة أنا بعرف المكتب بعرف المسؤولين أن السيارات كلها يعطا معروفة طبعا على جهة معينة فأكيد بالأمان هي أمان وكمان بالرخص أرخص لنشرتنا بقية مشاهدينا ولكن لا نعود بعد فاصلا قصير وحييكم من جديد في العراق دعت وزارة الدفاع سكان أحياء ما تزم سكان أحياء ما تزال خاضعة لاحتلال أفراد داعش إلى الافتعاد عن المواقع التي يستخدمها أفراد التنظيم وقالت الوزارة أن طائراتها ألقت ألاف المنشورات على ما تبقى من أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل التي ما تزال تحت احتلال داعش وتزامن ذلك مع بيان لخلية الإعلام الحربي طالبت فيه المدنيين المحاصرين في مناطق القتال بعدم استخدام أي مركبة أو دراجة نارية وقالت الخلية أن أي مركبة أو دراجة ستكون هدفا للقوات الأمنية والطائرات العراقية وتضمنت المنشورات دعوة المدنيين للابتعاد عن مراكز القيادة والمواقع التي يستخدمها التنظيم داعش على وشك الهزيمة النهائية في الموصل هذا ما أعلن عنه المتحدث باسم التحالف الذي يدعم القوات العراقية في الحرب على تنظيم داعش الكولونيل الأمريكي جون دوريان مؤكدا أن التنظيم بات محاصرا تماما في المدينة وأن أكثر من 300 مركبة مفخخة تابعة له دمرت تحت ضربات التحالف الدولي الجوية في الموصل مصادر عسكرية عراقية هي الأخرى قالت أن معركة استعادة الموصل من قبضة التنظيم باتت مسألة وقت حيث أن القوات العراقية تمكنت من تقليص المساحة التي يسيطر عليها داعش في المدينة إلى 12 كم مربع فقط في الوقت الذي دعت فيه قيادة العمليات العسكرية في العراق الأهالي في أحياء الموصل القديمة إلى توخي الحيطة والحذر وذلك عبر منشورات ألقتها طائرات القوى الجوية العراقية على مناطق الجانب الأيمل من الموصل تتضمن توصيات للمواطنين بمنع استخدام العجلات والدرجات النارية لحين إكمال تحرير المناطق مؤكدين فيها أن القوات الجوية وطيران الجيش سيقومان بضرب أي عجلة تتحرك في شوارع هذه الأحياء وحتى اكتمال تحريرها ويرى الخبراء أن وصول القوات العراقية إلى حيي الرفاعي والعريبي سيسهم في تضييق الخناقي على ما تبقى من مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين في منطقة الموصل القديمة في الوقت الذي تواصل فيه القوات المشتركة من الشرطة والجيش تقدمها أيضا في حي 17 تموز غربي الموصل وتقترب من فرض سيطرتها على منتصف مساحة الحي والذي يعد من أهم الأحياء لدى التنظيم وذلك لكونه المنطقة الأولى التي سيطر عليها داعش في الموصل منتصف 2014 إلى ذلك أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية أنها حررت حي الرفاعي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل تماما بعد معارك مع أفراد داعش هناك وتواصل القوات العراقية التقدم نحو آخر معقل لداعش في مدينة الموصل في وقت كثف فيه أفراد التنظيم هجماتهم المضادة عبر السيارات المفخخة عقد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في العاصمة السعودية رياض وفي بداية الاجتماع قال وزير الخارجية البحراني خالد بن أحمد آل خليفة إن الاجتماع يبحث التحضير لقيمة قادة دول المجلس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى السعودية وكد وزير الخارجية البحراني أن لقاءات الرياض تجسد الدور المحوري الذي تقوم به دول مجلس التعاون لتثبيت السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ويأتي اجتماعنا اليوم للتحضير للقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول المجلس ولقمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية التي ستعقد هنا في الرياض خلال زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وهي القمم التي تجسد الدور المحوري الذي تقوم به دول مجلس التعاون في تثبيت أسس السلم وركائز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف في يوم الأربعاء أن وباء الكوليرا الذي يشتاح اليمن تسبب في قتل 209 أشخاص خلال الأسابيع الأخيرة بينما يشتبه بإصابة أكثر من 17 ألف شخص آخر بالمرض وعدت منظمة يونسيف أن ارتفاع عداد الضحايا مخيف مشيرة إلى أن العداد التي أوردتها تشمل كافة مناطق اليمن وقال المتحدث باسم مكتب المنظمة في اليمن محمد الأسعدي قال إن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا تزداد بنحو 3000 حالة يوميا يبدو أن مؤسسات الدولة باليمن تفتقد أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الأزمة قدرتها على الصمود في مواجهة وباء الكوليرا وارتفاع أعداد الوفيات فمع إعلان وزارة الصحة اليمنية العامة الخضيعة لسيطرة الحثيين حالة الطوارئ في العاصمة اليمنية صنعاء واعتبارها مدينة منكوبة بسبب انتشار وباء الكوليرا فيها تطرح تساؤلات عن أسباب انتشار هذا الوباء وفي ظل انهيار النظام الصحي في اليمن حذرت الأمم المتحدة من أعداد المصابين بالكوليرا ستشهد تزايدا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وأن انتشار المرض سيتواصل ليبلغ مناطق جديدة وتقول منظمة الصحة العالمية أن ثم صلة وثيقة بين سريان الكوليرا وبين قصور إتاحة إمدادات المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وبالنسبة لليمن هناك عوامل كثيرة ساعدت في تفشي الكوليرا منها ضرر ودمار المنشآت الصحية التي لم تعد قادرة على استيعاب المرضى أزمة نفايات في العاصمة صنعاء تسبب بها إضراب نفذه عمال النظافة التابعون للبلدية لمدة عشرة أيام للمطالبة بالحصول على أجورهم ما أدى إلى ارتفاع أكوام القمامة في شوارع العاصمة حيث اضطر السكان إلى ارتداء الأقنعة بسبب الروائح النجمة عن النفايات بالإضافة إلى نقص الأدوية والكادر الطبي وعن الجهود المبذولة لمكافحة الوباء تم فتح أكثر من خمسين مركزاً لاستقبال المصابين وتأسيس غرفة عمليات مركزية بالعاصمة عدن وغرف عمليات فرعية في المحافظات بالإضافة إلى توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات النظافة والمطبوعات التوعوية عن المواطنين وأعلنت منظمة الصليب الأحمر في وقت سابق زيادة مساعداتها لليمن بسبب انهيار النظام الصحي وانتشار وباء الكوليرا وعبرت منظمة أطباء بلا حدود عن مخاوفها من أن لا تتمكن السلطات الصحية اليمنية وحدها من التعامل مع الأزمة ودعت في بيان المنظمات الدولية إلى زيادة مساعداتها بشكل سريع لوقف تفشي المرض قالت الأمم المتحدة إن الحرب والمجاعة في جنوب السودان أجبرت أكثر من مليوني طفل على البحث عن مأوى لهم بعيداً عن موطنهم قالت الأمم المتحدة إن الحرب والمجاعة في جنوب السودان أجبرت أكثر من مليوني طفل على البحث عن مأوى لهم بعيداً عن موطنهم إذ انزلق جنوب السودان في حرب أهلية عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفكير نائبه طريق مشار ليتفجر بذلك صراع أدى لظهور فصائل متطرفة بعد عامين فقط من انفصال جنوب السودان عن السودان وفر أكثر من مليون طفل لخارج السودان فيما نزح نحو مليون آخر في داخل البلاد المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أكدت أن نحو 75% من الأطفال في جنوب السودان والبالغ عدد السكان نحو 12 مليون نسمة لا ينتظمون في الذهاب إلى مدارسهم إذ تسبب الصراع في تعطل الخدمات العامة في الدولة حديثة الولادة والمنتجة للنفط وفرار أكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم وفر كثير من لاجئي جنوب السودان إلى دول الجوار لاسيما، أوغاندا، وكينيا، والسودان، وأثيوبيا وكلها دول تكافح لتوفير الغذاء والموارد لمواطنيها الأصليين نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير 38 ألف وفاة مبكرة حول العالم بسبب الديزل القاتل أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجواننا القصير بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية ونبدأه من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم برمجية خبيثة تحتال على مستخدمي واتساب حذر مسؤولون في شركة واتساب المستخدمين من رسالة احتيالية جديدة تضم رابطا خبيثا إلى موقع يزعم أنه يتيح تغيير لون التطبيق الرسالة تطلب من المستخدمين تنزيل امتداد باسم بلاك واتساب وحالما يفتح المستخدمون الرابط يصاب جهاز المستخدم ببرمجية إعلانية خبيثة ننتقل إلى صحيفة الخليج مشاهدين التي نطالع منها فولفو تتشارك مع جوجل لإنشاء نظام شبيه بأندرويد أعلنت شركة فولفو شراكة مع جوجل لتطوير الجيل المقبل من الحلول الترفيهية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد في سياراتها الحائزة جوائز ما يتيح الوصول إلى نطاق واسع لمجموعة من التطبيقات والخدمات وسوف يتم تشغيل هذا النظام في تصميمات فولفو جديدة في غضون سنتين من صحيفة القدس اخترنا لكم مشاهدين تطبيق انستجرام يحصل بدوره على فلاتر الوجه سيتوفر على تطبيق انستجرام ثمانية فلاتر مختلفة ستعمل بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الكاميرا الأمامية أو الخلفية لالتقاط الصورة أو الفيديو فقط يحتاج المستخدمون إلى الضغط على الفلتر وتجربته ويمكن حتى تطبيق هذه الفلاتر على عدة أشخاص في ذات الصورة ما يتيح لأصدقاء المصور الانضمام إليه في المراحل ومن صحيفة النهار اللبنانية نقرأ أخيرا الكشف عن هاتف HTC U11 الجديد بمواصفات مميزة جاء في تفاصيل الخبر أعلنت شركة HTC عن هاتفها الجديد U11 بشكل رسمي في حدث خاص أقيم في تايوان الهاتف الجديد مصنوع من الزجاج الخالص وسيتوفر بخمسة ألوان مختلفة هي الأسود والفضي الأحمر والأزرق والأبيض ومن مميزات هاتف U11 هو إمكانية تسجيل صوت ثلاثي الأبعاد أثناء تصوير المقاطع المصورة بفضل وجود أربع ميكروفونات في الهاتف وختام جولتنا الصحفية من اليوم السابع المصرية وجوجل تنافس سيري وتطلق مساعدها الشخصي على هواتف آيفون أعلنت شركة جوجل رسميا إطلاق مساعدها الشخصي على هواتف آيفون وسيكون بإمكان هذا المساعد الذكي الفهم والرد بأربع لغات مختلفة هي الفرنسية، البرتغالية، والألمانية، واليابانية وأوضحت الشركة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين أنها بصدد إطلاق تحديثات جديدة بالمساعد الشخصي فيما بعد لدعم ثلاث لغات جديدة هي الإيطالية، الإسبانية، والكورية نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا يشهد الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مساء اليوم تتويج صانع الأمل في الوطن العربي من بين 65 ألف مشارك من 22 دولة تنافسوا ضمن مبادرة صناع الأمل المندرجة تحت مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية وذكرت مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية أن حفل صناع الأمل سيشهد تتويج وتكريم النماذج العربية التي شكلت من خلال مواقفها وأعمالها والتزامها الأخلاقي والإنساني علامة فارقة ليس في حياتها فقط بل وفي حياة الناس في محيطها ومجتمعاتها أظهر دراسة حديثة أن انبعاث غاز أوكسيد النيتروجين الناجم عن المركبات العاملة بالديزل تسببت بـ 38 ألف وفاة مبكرة في العالم في عام 2015 فقط تفاصيل هذه الدراسة في تغرير الزميلة حنان ظاهر النيتروجين مكون أساسي في الغلاف الجوي لكوكبنا بل إن نسبته هي الأعلى بين الغازات في الجو لكن هذا الغاز المهم إذا أصبق بكلمة ثاني الأكسيد يصبح رمزا للموت المبكر تسبب انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين الناجمة عن احتراق مادة الديزل التي تعمل بها معظم المركبات عن ألاف حالات الوفاة المبكرة هذا ما أكشفت عنه دراسة نشرت نتائجها مجلة النيتشر وتقول بأن المركبات العاملة بالديزل تسببت بـ 38 حالة وفاة مبكرة في العالم عام 2015 فقط وسجلت 80% من هذه الوفيات في ثلاث مناطق هي الاتحاد الأوروبي والصين والهند بحسب الباحثين وتعتبر أكسيدات النيتروجين بينها خصوصا ثاني أكسيد النيتروجين من غازات العواند من مضررة بالجهاز التنفسي وبات معلوما منذ العام 2015 أن فولزباكين وغيرها من الشركات المصنعة للسيارات استخدمت آليات ترمي إلى التقليل من المستوى الحقيقي للانبعاثات التي تبلغ في الواقع معدلات أعلى بكثير على الطرق مما تظهره الاختبارات المخبرية المخاوف تتزايد في ظل واقع يقول بأن السيارات العاملة بالديزل تنتج 50% من أكسيد النيتروجين الزائد مقارنة مع الحدود الرسمية المصرح بها بحسب ما أوضحته منظمة المجلس العالمي لوسائل النقل النظيفة ضمن الجهود العلمية الحثيثة لإيجاد علاجات فعالة لإيقاف نمو الأورام السرطانية بأنواعها المختلفة طور مركز أمريكي جسيمات نانونية جديدة لعلاج سرطان الدم تفاصيل الدراسة مشاهدين مع عبير عبدالله المختص بالمنف الصحي من أخبار الآن طور علماء مركز أبحاث السرطان الأمريكي جسيمات نانوية متناهية في الصغر قادرة على محاربة الأورام الخبيثة وذكرت مجلة طبية إن هذه الجسيمات قادرة على الالتحام مع مستقبلات الخلايا الغريبة الموجودة في الجسم كخلايا السرطان وبعد تتوجه تلك الجسيمات إلى الخلايا التائية المناعية الموجودة في الدم لبتبرمجها على مهاجمة الخلايا السرطانية وأشار الأطباء أن الاختراع الجديد يعد ثورة في مجال معالجة السرطان فكل الطرق السابقة تعتمد على إخراج الخلايا التائية من الجسم وبرمجتها على التعرف على الخلايا السرطانية ومن ثم إعادتها للدم أما الجسيمات الجديدة مصممة لكي تحقن في الدم مباشرة وتقوم بإعادة برمجة الخلايا التائية وإضافة الأطباء إلى أن أهم الأسباب الإصابة بسرطان الدم أولا التعرض للإشعاع والأشعات الضارة مثل أشعة إكسيغاما والأشعة العلاجية فهذه الأشعة تؤثر سلبا على أنسجة الثدي والغدة الدرقية ونخاع العظم ثانيا التدخين هي عادة سلبية تؤدي إلى الإصابة بأكثر أنواع أمراض السرطان ثالثا المواد الكيميائية تعتبر التعرض لها مثل البنزول سببا للإصابة بهذا المرض بيع زوج من الأقراط الماسية بسعر قياسي في مزاد في سويسرا بمبلغ مالي وصل إلى نحو ثمانية وخمسين مليون دولار ويعد الحجران الألماسيان من أندر وأجمل الأحجار الكريمة وكانت لهما مكانة عظيمة من الآلهة اليونانية القديمة بحسب المعتقدات السائدة حينها والآن إلى مختاراتنا من أخبار الرياضة بات ريال مدريد على بعد نقطة واحدة من لقبه الأول من مسابقة الليغة الإسبانية منذ عام 2012 بعد فوزه العريض على مضيفه سلتا فيغو بأربعة أهداف لهدف في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين فوز استعاد به ريال مدريد صدرته في الترتيب رافع رصيده إلى تسعين نقطة بفارق ثلاث نقاط على غريمه التقليدي برشلونة ويحتاج الريال إلى نقطة واحدة فقط من مباراته يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة التي يحل فيها ضيفا على ملقا احتفظ يوفينتوس بلقبه بطن لكأس إيطاليا بعد فوزه على لاتسيو بهدفين من دون رد في المباراة النهائية لقب هو الثالث ليوفينتوس في مسابقة الكأس والحادي عشر في تاريخه وحسم فريق السيدة العجوز الفوز لمصلحته في الدقائق الخمس والعشرين الأولى من عمر المباراة بتسجيله هدفين في مرمى لاتسيو الهدفان حملت توقيع المدافعين البرازيلي داني ألفس في الدقيقة الثانية عشر وليوناردو بونوتشي في الدقيقة الخامسة والعشرين فوز حصد به يوفينتوس أول ألقابه في رحلته لإحراز ثلاثية تاريخية في الدور والكأس المحلي والشامبيون ليكز على غرار مواطنه إنتر ميلان الذي حقق هذا الإنجاز في عام 2010 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزي مورينيو وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين الوسيط الأممي إلى سوريا سيفن ديمستورا يسحب مقترحة تشكيل آلية تشاورية حول الدستور مؤقتا القوات العراقية تلقي منشورات تحضيرية وتطالب المدنيين بالابتعاد عن مراكز قيادة داعش غرب الموصل وأعداد الوفيات بالكوليرا في اليمن ترتفع إلى أكثر من 200 شخص واليونسيف تحذر مؤسسات الدولة غير قادرة على الصمود أكثر بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين أعود وألتغيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنبى دائما كونوا معنا موسيقى 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 موسيقى